بيجين كتير أسئلة عن كيف منختار الحزاء المناسب أهلا وسهلا فيكن اليوم رح نحكي عن تبسات لكل الأشخاص اللي بيعانوا من عدم لبسهم للكعب العالي بيديقون أم إذا عندهم عضمة بالأجر أم إذا بيزحط الأجر هنا وماشيين رح نحكي عن كل هالأمور أنسب وأريح طريقة للمشي بالكعب العالي هو اختيارنا للحزاء المناسب حتى بالكعب الواطم نختاره مزبوط لقياس المزبوط مش بس بريحنا كمان بيحفظنا على فارمة إجرنا المزبوطة الحزاء ليناسب مقاس الرجل بدنا نعرف أول شغلة فارمة الإجر هيدا اللي ما مننتبهه ما مننتبه لإله إذا كانت رفيعة أم عريضة قبل ما نحكي إذا في عضمة أم الرجل مسطح ما عرفت هي العلامات التجارية يعني أنا شخصياً ما كنت بعرف كنت استحلي أني ألبس مثلاً من ماركة معينة ما أفهم ليش ما كنت ارتاح بهال مع أنه تكون على إياس إجرب ولكن طلع أنه الآلب تبع الإجر بيفرق كتير مثل التأم تبع الرجال في دروب في دروب سيكس في دروب أيت كمان فيه أولب معينة للإجر الرفيعة للإجر العريضة مشان هيكي لازم ننتبه ونسأل دايماً اللي عم ببيعنا مثلاً أنا إجري عريضة أي ماركة بتمشي على إجري أكتر من ماركة تانية صدقوني بتفرق كتير ومش بس كمانا بالعرض للإجر أوقات بتبقى حتى في عرض من فوق بالإجر منحس أنه كل شي هيك مربط بيزعج كتير للإجر من هون لازم نسأل عن الماركة المناسبة للإجرين بتصير أسهل لإلنا لما بيكون الآلب مناسب لإجرنا إذا كان الحزاء لأنه دايق كتير رح بيسبب ضغط وإذا واسع رح بيطلع من الإجر لإياس المضبوط يكون في مساحة صغيرة بين أصابع الإجر والطرف الأمامة من الحزاء عند النساء وعند الرجال يعني بدي يكون في 1.3 إلى 1.9 سنتيميتر لما يدق بطرف الحزاء وبيعمل مشاكل كتير كتير للأظافر وبيرجع بقول خصوصاً عند الشباب بدون ينتبهوا على الكلسات نمر الكلسات تبعهم ما تكون كتير صغيرة بتعمل فراغ بالضفر وننتبه أنه ما يكون الضفر والصبيع بيدقوا بطرف الحزاء الأفضل أنه نشتري الحزاء بعد ما نكون تورمت شوي الإجر يعني في ورم طبيعي من النشاط اليومي اللي بنعمله بعد الظهر نشتري الحزاء مش نترك دغري من البيت ونروح نشتري بتكون بعدها الإجر رفيعة مش بس رفيعة بردون مش مورمي يعني بين هلالين بدي أقل لكم شغلة إذا عم تشتروا أونلاين تأكدوا من الاستبدال إذا القياس منه مناسب يعني تأكدوا من سياسة الموقع اللي عم تشتروا منه إذا هو مرن وإذا كاتب إنه فينا نستبدل إذا مش ظبط رح أحكيكم عن كل التبسات اللي بتساعدنا إنه نلبس كاربيني كعب بشكل يريحنا خلينا نبلش إذا شوي بتلاحظوا أوقات كثير في ناس بتاخد كاربيني على زيت نمرة الإجر طبعا ولكن القالب بيبقى شوي واسع اللي ما بيعرف إنه فيه أوالب للإجرين الدايقة للإجرين الرفيعة أم للإجرين العريضة بيبقى شوي واسع من ورا ما فيه أهوان من إنه نستعمل البصورة اللي رح تشوفون بيتلزق على سكاربيني من ورا وبيمسك الإجر في منهم سيليكون بيتلزقوا بسهولة وكمان بيلزقوا شوي على الإجر وفي منهم مثل السفنج كتير بيريحوا وأنا شخصيا بيستعملهم كتير تمسك السكاربيني بالإجر أكتر دايما منعاني إذا بتلاحظوا أكتر شي من الوجع طبع الأصابع عنا حل كتير مهمة أوقات الأصابع بتبقى هي كتير قريبة من بعضها صار فيه شي بيفرق الأصابع عن بعضها فينا نستعملها كلها نفرقهم ولكن هيدا أنا بحس بتمشي أكتر مع الواطي مش بس مع العالي حسب إذا السكاربيني واسعة هلأ الموضة مثلا سكاربينيات واسعين من قدام فينا نحط هالشي وما يعود يزعجنا أما اللي بينزعجوا من الأصابع الصغار في كتير ناس بتلزقون بس أنا لقيت فيه بالسيليكون شي بيلزق الأصبعين مع بعض وما بيعودوا هيك يوجعونا على الطرف يعني تعرفوا الإجر بتبقى واقفة بهالشكل بيشد كتير على الإصبع الصغير وقال لي جنبه كمان برضو فيه لكل إصبع إنه نحط له حماية من ما يعمل مثلا مسامير بالإجر وهيدا حتى إذا فيه مسمار صغير نحضر الفيديو اللي مننتبه على إجرينا وكيف منشيل لمسامير ولكن تنحمي الإجر إذا الأصابع هيك شوي مطعجين بقى تنحميهم منحط هيك كفر بيحمي المسمير هلأ فيه أوقات كتير أنا شخصيا ما جربتوا بس رح جربوا لأنه أوقات بننعزم على العرس وبيكون عنا سكاربينة كعبة كتير عالة أم نحنا منحبها يعني ما بدي أحكيكم شؤالة سيلين ديون لأنه نحنا النسوين هيك شو بدي أعملكون لقد أمت بقى تنحمي أصابي لقد أمت بقى كهذه لأنني لم أكن لدي أمت بقى أوقات سكاربينة بتكون كتير صغيرة بس لأنه عجبنا الموديل منشتريها ومنوّجع كل الوقت وأوقات بتكون كتير واسعة وتطلع من الإجر مهم بدنا نشتريها لذلك فيه سبراي هو يدخله مثل البنج اللي بحطوه للحكمة السنين بترشو على إجركون وبتقدرو تلبسو سكاربينة ساعة ساعتين بدون وجع كتير أنا بعني مجربته رح أطيلكون إيه بالدسكريبشن تشوفوا شو هو رح أحكيكم عالكولان اللي أوقات مننجبر نلبسو مع سكاربينة وبتصير تزحط سكاربينة فيه كولام بيبقى عليه من تحت مثل أنتي ديغابان ما بيزحط أبداً وكتير بيريح وبيمسك الإجر بالسكاربينة هلأ لسكاربينة اللي نعر رفيع وكاربون كتير عالي شخصياً أنا بستعمل هيدا مثل كوسين للإجر بتحس إنه بيريح في منه سيليكون وفي منه ماشي هلأ اللي عنده عضمة فيه مش إنه بيصحح لأنه سألت عدة حكمة وقالوا لي إنه ما بيصحح ولكن بيريح كتير وما بيخليها تزيد فينا نستعمل هيدا اللي بيفرق الإصبع الكبير من الصغير ونعمل ونحط حماية للعضمة لما يتحف السكاربينة أم البوت إذا لابسين شو ما كان لابسين تما يحف على العضمة وتلتهب برضو في ماركة أنا دايماً بجيبها للوالدة بتعمل موديلات كتير حلوة وكتير ريحة للي عندهم عضمة رح أطلكوا نيعا كمان باللينك هلأ ما في شك إنه أنا قطنا بتبلش بالحزاء تبعنا إن كان كعب عالي أم كعب واطي ولكن الاهتمام بالأرجل اللي هي كل النهار نحنا واقفين عليها شغلة كتير مهمة أنا بشكركم ورح نضال على تواصل موسيقى